قفزات جديدة لأسعار اللحوم في مصر لتصل الزيادة في بعض المناطق والمحافظات إلى 30% خلال شهر واحد فقغيرها من السلع تأثرت أسعار اللحوم بأزمة شح النقد الأجنبي وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية وهو ما أثر على تكاليف استيراد الأعلاف وعلى أسعار الماشية في السوق ما تسبب في نقص المعروض في السوق نهيك عن أزمة السودان والتي تعتبر أحد أهم المناشئ التي تعتمد عليها مصر في استيراد اللحوم النهاردة حتى الفلاح أو المربي يتعود يبص لسعر الدولار ليه العلف بيغلى وكل حاجة بيغلى فبتلاقي حلقة متصلة ببعضها كله بيسمع على بعضه كل حاجة بتأثر على اللي بعدها أول هام عندنا هنا في المحل كحركة بيع وشيرة طبعا مختلفة تماما في البيع وفي الشيرة الزبون مثلا أو العميل اللي كان بياخد وقبة معينة مثلا سي 5 كيلو كل أسبوع بياخد النهاردة كيلو ونص 2 كيلو وفيما تقف زيادات الجديدة وانخفاض القوى الشرائية للمواطنين بسبب معدلات التضخم القياسية حائلا أمام قدرة الكثيرين في مصر على شراء اللحوم يتجه البعض لترشيد الكميات والاستهلاك فيما يبقى الطلب على اللحوم موجودا حتى وإن بنسب أقل سيما مع اقتراب شهر رمضان مش أسعار اللحوم بس اللي عالية هي كل حاجة غالية الدنيا كلها غالية زي ما انت الشاي بس هي مبالغ فيها شوية صغيرة يعني يعني لما كيلو يوصل لربعمائة جنيه كتير شوية أنا كراجل عامل أو كراجل سواء أو راجل كذا مش هيقدر يجيب كيلو لحمة أو يجيب لهم حتى نصف كيلو لحمة فهو أنا بالطبع مش هقدر أكبر أطفالي على الصيام أما بقى بقى 6000 في الشهر عشان أنزل يجيب لي 3-4 كيلو لحمة شوف يتكلفه كم أقول مثلا أنا هقول لك 3-4 تلاف جنيه عشان أجيب لي شوية لحمة خزينهم في البيت يبقى خزين البيت والعيال وكذا تمام؟ أصرف بقية الشهر نور مستلزمات رز خضار مش لقيين أصلا أنه نجيب فين الفلوس اللي معنا علشان نقدر نجيب لحمة بربعمية جنيه وتسعى الحكومة المصرية لتعزيز مغزونها الاستراتيجية من اللحوم عبر تعاقدات جديدة من أسواق مختلفة بغرض التنويع الإمدادات إلى جانب مشروعات تعزيز الثروة الحيوانية حيث يصل المغزون الاستراتيجية من اللحوم المجمدة لنحو ثلاثة أشهر لم تفلت اللحوم هي الأخرى من أزمة الدولار فتكاليف الأعلاف بسبب الاسترات وأسعار الماشية مع ارتفاع الطلب عوامل عكست على أسعار الحوم في مصر رغم محاولات الحكومة للتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني فاروق يوسف سي ام بسي عربية القاهرة